كنا وارفين من شوية بيتمشى في الملعب من عدد الوقت قاعدين كرتا أبدأ من الأول أبدأ معاين من الأول خالص من وانت أقدي كده حبيت الكرة إزاي يعيبت الكرة إزاي الوالد الوالدة حاجات كتيرة جدا فيما يخص طفولة وسام أنا بديت الكرة لما كان عمري خمس سنين خمس سنين بس الوالد كان بدي أنا أعمل كراتي أه تلعب كراتي تلعب كراتي بالضبط عشان هو لما إجي عالدنبارك يلعب كراتي وتايكواند وياناي الشغلات فقالت والدتي ماما لا بديش وسام يتعور قلب الأم قلب الأم سبحان الله انت تعور مش مشكلة بس هو لا فشافونا بالجنينة يعني بالبيت أظلنا بالكرة وزيتة وألعب فيها بدينا حطونا بنادي وبدأت كحارس حارس مرمى حارس مرمى طويل حارس مرمى وكنتش طويل كنت صغير كنت لس عائل صغير بقى فكنت أجول في جولي أنا والله لا والله يجي فيك جول ويوقف البابا وراي وقال لي وسام لا قدامك قدامك انبلشنا بنركض فيها كحارس بنركض فيها ومجول كان خمس ست سنين لسا خمس ست سنين سبع سنين فلما شفوني بترب الملعب كله بي 52 بي 52 بالانجليزي وكنت ألعب فيه ولما صغيره من 11 سنة بطل في فرق في عمري عمله يعني ميكس للولاد والنسوان والبنات والبنات فأجي المدرب اللي كان عندي كنت يعني لعيب أنا قال لي وسام خلينا نجرب تروح نتدرب مع أكبر نادم بالمدينة يعني في المدينة بتاعتنا اه في المدينة بتاعتنا رحنا جربنا تدريبة قالوا لي بكرا عنا ماتش نجرب للعب معنا هال فريق ما كانوا رابحين عليه يعني كتير فربحنا سبعة اتنين وجولت خمس جوال وقالوا لي خليك هون ازاي يعني بدك خلاص شافوا بقى ان انت عايزينك تكمل لا اضرب شي بعد بيوم سألني المدرب قديش عمرك اوكي فأنا قلت له عمري 11 عشر سنة وهو قال لي اللي انت لعبت مع النبارح كانوا 13 اكبر منك بسنتين اكبر مني فقال لي انت لازم تنزل تلعب مع اللي عمريا قدك وكنت مجول خمس جوال مع ال 13 فمن ده كنت بنادي اولبورك اكبر نادي بالمدينة يعني ايه مدينة اولبورك مدينة اولبورك بالزبط اه وطول حياتي يعني 13 14 15 لوصلت 18 سنة اه كنت الكابتن كمان اه من لما 13 لت 16 سنة اه لفريق الاول ب اولبورك يعني ووصلنا لمرحلة ايه طلعنا على فريق الاول طلعت الفريق الاول في اولبورك اه لعبت اول ماتش لما كان عمريا 18 سنة اوكي و جوالت اول جول بتاني ماتش اول ماتش ما جبتش تاني ماتش جبتش انا اول ماتش نزلت خمس دقايق وكان التلج لهون يعني اه والله كتير فتاني ماتش جولت وبلشت حياتي البروفيشنال يعني بدأت الحياة اه بدأت الحياة بالزبط كتبت عقلت 24 سنين مع اولبورك وبدأت الحياة البروفيشنال يعني وصارت اكم شغلة رحت على النوادة تاني في قريب ع اولبورك اه لون يعني ما بعرف كيف انه لابت فيه انه والحمد لله بعد اولبورك لعبت فيها دي اسمي فينشوشل فينشوشل اه بس رحت يعني لون ما اعرف كيف نبول لون يعني عارة اي عارة بالزبط رحت عارة اه نص سنة اول وعملت سبع قوال بتسع ماتشات بتسع ماتشات سبع قوال سبع قوال قالوا اولبورك لابت ان اياك نرجع اولبورك كان عايزك ترك كان عايزنا ارجع قلتلي انا مجع بالي عشان انا رحت استعار ومبسوط يعني الواحد بيقول ومبسوط فالدنيا ماشي؟ اهم شي بالفطول انا انه اكون مبسوط ومرتاح اه ضلتني نص سنة وقوال بعد تسع قوال وبعده بالصيف ارجعت على اولبورك ايجا النادي اسمه سلكي بور سلكي بور سلكي بور الشي ساعتين من اولبورك بدين يشتوني اه هنا بقى مش عارة هنا الشراء الشراء شراء وبيع شراء وبيع بدين يشتوني فقلت انا حكيت مع اهلي وحكيت مع الاجنت والعالم اللي بيشتغلوا معاي وقلنا ليش لا فروحنا على سلكي بور والامور ما مشت زي ما بنتي انا اه فالما هو سنة ماتشاة تلعب واجول ما اجول فاخره اه لما حسيت حال انه بدنا نلاقي البصل بالفطول يعني ده يكون مبسوط ومرتاح اتصل الاجنت تاعي بفين سوسل بعد بسنة اللي هم الاولين اللي كنت المستعار الاعارة اه بالضبط قالوا وسام بتدجي لعينكو بس بدنا ايكو تشتو يعني وانا يعني كتير كانت عمال عشان الواحد بتذكر بوين كنت مبسوط ووين كنت يعني الحياة حلوة انت اللي همك انت تبقى مبسوط اهم شيء اوكي اه تلعب براحة يعني بالزبط اذا ما فيش كتير بعقلك وبتركز على الفطبول وبكون مبسوط وحياتك حلوة صح فروحت على بنت سوسل اه والحمد الله يعني جولنا كتير وايجا نادي سيريوس من السويد اوكي النادي اللي هلا كنت فيه اوكي اشتروني من فين سوسل اه الصير تلاتة وعشرين صيف تلاتة وعشرين روحت سويد روحت سويد اوكي اه اشتروني و يعني اخدت شي يعني شي غير شكل اه الحاجة خير على اخر اوكي انا كمان اتفاجأت شوية يعني انه الحياة بالفطبول بسرعة بتمشي طبعا اه كتير فاول ماتش اللعبته انا مدارة العقد جمعة وكان اول ماتش السبت اوكي فتدربتش مع الفريق لعبت على طول لعبت على طول على طول اوكي وبعد تلاتة عشر دقية جولت اول جول لعبت من اول المباراة من اول المباراة حلو جد حطني المدرب وجولت واحلى احساس انا يمكن حاسه بحياتي بالفطبول الجول الاول الجول الاول اوكي وكنت انا باركت بتذكر يعني زي كنو مبارح بتذكر بالملعب ما كنتش عارف الاسامة كتير لعيبة لسه اه قوله هب والعب بس الاسامة ما متذكر يعني فالمهم جولنا واي احسن احساس ويعني بداية حلوة كمان يعني ضوعا بشوفوك اللعيبة ومن لما دي يعني نادي سيريوس نادي بحياتي ما ارا حنسيها يعني عنده كتير معاي ولعبت اه بديت 14 مبارات لعبت 16 مبارات اوكي جول 11 مبارات اه وصناعت مبارات يعني انه شي وهو كان نادي يعني بالاخر اه في اخر الجدو في اخر الجدو يعني يمكن ينزله واخر 8 ماتشات ما اخسرناش اوكي اربحنا سبعة وتعادل واحد اوكي فها شي تاني ويعني مع الجنبور انا كمان انتع سيريوس شي سبيشال يعني شي ايه قلتلي ان انت يمكن اللعيب الوحيد اللي اعملولي اغنية عاملولي اغنية وعملولي انا و العايب تاني عاملولي يعني زي لاججد اا بالزابط باعي يعني اللي هو بسطورة اا اسطورة واعملولك السكارف السكارف بلزابط حملولي السكارف على وجه وعلي اسمي اوكي وانا يعني حكل ما قلي يعني تسعبع سنين تامن اسنين بسيريوس سنة? لا تقل اربعة شهور ثلاثة شهر وربعة شهر لكن هو بقى له عشرين سنة لتورتهوش اللي هو الأسطورة اللي الجند الأوليني لا إله من قديش؟ أكتر يمكن يعني عملوا لي بعد بشهرين ثلاثة عملوا لي سكارف وعملوا لي غناي يعني شي ما بنساه ويعني فريق كثير بحبه والناس رفقات أصحابي يعني شي ساعدني كمان أوصل لنادي الأهلي